بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته لازال الحديث موصولا بنا حول آداب التعامل مع الجيران من ضمن الآداب التي ينبغي للجار أن يتأدب بها مع جاره أن يصون عرضه صون العرض دي مهمة جدا الإنسان يجب عليه أن يتق الله جل وعلا مع جيرانه لا يطلق لعينيه العنان ينظر إلى زوجة جاره إلى بنت جاره إلى أخت جاره لأنك لك عين وللناس أعينه عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي إن الزنادين إن أقرطته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي من زنى يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي لا تطلق لعينيك العنان لا تؤذي جارتك بكلمة لا تؤذيها بنظرة لأن الإنسان سيسأل بين يدي الله جل وعلا عما يفعل إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عينك إن امتدت إلى جيرانك وإلى جاراتك فتذكر قول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى تذكر قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إذا أردت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن أيضا من ضمن آداب التعامل مع الجيران ألا تؤذي جارك بلسانك اللسان لسانك إن آذيت به الجيران فإن الإنسان يهلك بدليل إن السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له امرأة قالوا رسول الله إن فلانا جارة لنا تصلي وتصوم وتتصدق بتصلي الفرض وتصلي النفل وتكثر من النوافل وتقوم الليل تؤذي الزكاة وتتصدق بالأقط باللبن المجفف بالقبنة وتؤذي جيرانها بلسانها لسانها مؤذي بتؤذي الجيران فقال صلى الله عليه وسلم ما هي في النار وذكروا له امرأة أخرى تحسن إلى جيرانها ولكنها تؤذي الفرض ولا تكثروا من النفل قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة السنة الخلق أقلام الحق أنتم شهداء الله في أرضه ربنا يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين هروح فاصل وارجع على حضرتك خليكم معاية وصلوا على الحبيب موسيقى